إنه الدوري المصري المقترح بتاع تأسيسه اتقدم للتحاد الكورة من سنة 38 قعدوا عشر سنين علشان ينفذوا محمود بدر الدين قدم المقترح سنة 38 لحد 48 اتنفذ سنة 48 عشر سنين بيدرسوا بالزبط ولما بدأ كانت تبتدي تظهر بقى مع أول تجربة تظهر الدفوهات بقى فيه عندك مشكلة في اللوايح احنا مش عارفين لو الفرق تساوت في النقط هنعمل ايه وحصل بعض الأمور بسبب الكامده كل ده موجود بقى بالتفصيل في الكتاب لحد ما بدأنا حتى حسين حجازي أسطورة الكرة المصرية في هذا التوقيت الموسم الثاني للدوري عمل تقرير فني لأنه كان منصبه هو المرائب الفني لكرة القدم في وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا التوقيت سنة 49 ولما عمل التقرير الفني بتاعه بالمناسبة ينطبق المشاكل اللي رصدها وملاحظاته على الدوري المصري تنطبق على الدوري المصري النهاردة يعني منها مثلا السلوب الفني للشكل الفني بتاع الفرق نلعب زي تأسيس الناشئين تدي فرصة للناشئين أنهم يظهروا مواعيد المباريات وعاوز أن المباريات بتاعة الفريق الأول الكبار تكون في معاد مختلف عن فرق الناشئين مايلعبوش هما الاتنين في نفس التوقيت عشان الناشئين يتفرجوا على الكبار يتعلموا منهم يبقى دا يتعلموا لابد أن الكرة تنتشر برى القاهرة واسكندرية ومدن القناة لازم تروح الأقاليم ولازم تروح الصعيد الملاحظة دي من سنة 49 موسم 49 تتكلموا فيها بالزبط فكرة انضباط اللوايح كل الملاحظات دي كمان هو تتكلم فيها تتكلم عن فكرة أن اللعبة محتاجة تحافظ على نفسها فيما يخص الصهر والنوم بدري والالتزام في التدريبات كل الكلام دا بالزبط بيتكلم فيه من سنة 49 لكن بدأنا الدوري وبقى عندنا مسابق الدوري توقفت في بعض السنوات لكن في النهاية الدوري بتاعك كان فيه أندية شعبية كتير جدا في التوقيت دا ورغم أنه على فكرة تاريخيا احنا الأندية اللي أسست التحاد الكرة المصري فيها كل النوعيات الأندية اللي موجودة لحد النهاردة يعني هي أندية يعني أسبانيا اللي بدأت معنا 1920 كمنتخب الدوري بتاعها اتأسس بعدها على طول بعدها بفترة بسيطة بالزبط ومكمل لحد دلوقتي بالزبط طيب أنا هرجع وأقولك ايه أكتر فترة احنا كنا زي كتاب ما بيقول إلى حد ما في التحاد كرة القدم وكان ممكن نكمل بس ما كملناش ايه أحسن فترة احنا كان عندنا فترات كتير كويس تظل الفترة الأفضل هي فترة كابتن سامير زاهر الله أرحمه من 2005 لحد 2012 أنه حققنا فيها ثلاث بطولات أفريقية متتالية من قبلها كان عندنا كابتن سامير كان له فترة برضو جاب فيها بطولة أفريقية كمان غير التالتة دي 98 رحنا كاس القرط بقى عندنا أجيال بتشارك في كاس العلم للناشئين سنة 97 كاس العلم للشباب وخدنا برونزية سنة 2001 مع اللي هو حرب الداشورية يا ربنا دي له الصحة كان رئيس الاتحاد وبعد كده رحنا كاس العلم للشباب مرتين فبالتالي هذا التواصل هو اللي بيعمل الأجيال اللي بتخليك تستفيد فده ندى نقول كان أحسن وقت فترة كانت كويسة جدا لأنه كان فيه تواصل وكان فيه استقرار داخل اتحاد الكرة المصري احنا دايما عندنا تفارط لكن عدم استقرار الشكل الإداري لاتحاد الكرة المصري وعدم استقرار مجالس الإدارات في الفترات معينة يعني أجهد حلم أجيال من اللعيبة المميزين جدا أنهما يكملوا في المنتخبات زي مثلا سنة 81 سنة 81 أول مرة مصر تشارك في كاس العالم للشباب عملت نتائج هيلة هيلة قدام ألمانيا الغربية وقدام إنجلترا وعملت نتائج كبيرة جدا قدام أسبانيا كمان وقتها كان مدرب كابتن هانين مصطفى الله يرحمه كان رئيس للتحاد اللي هو مصطفى علواني اللي هو أبو الدكتور عمر علواني وجد الدكتورة راني علواني هو كان لعيب سابق في النادي الأهلي قعد سنة واحدة المنتخب الشباب عمل نتائج كويسة جدا لكن الاتحاد نفسه تغير يجي التحاد جديد ما هي فكرة إحنا عندنا فكرة الكرة فكرة كل حاجة المسؤول موجود نجح ماشي نغير كل أفكاره وكل حاجة ونبدأ من الصفر إحنا مش محتاجين نبدأ من الصفر إحنا مشكلتنا لحضرتك قلت يا بزرط إحنا ما بنكملش الرسالة خالص إحنا دايما في مجلس موجود المجلس ده ماشي آن كان سبب مشانه إيه انتهت فترته أو جي مجلس جديد أو تم استقاله أو آن كان اللي يجي يقول إحنا نبدأ من أوله جديد يا جماعة طب ما إحنا عندنا وننسى لو فيه إنجاز من اللي قبله ننسي وما بنفكرش إن إحنا نحافظ بقى على الأجيال بذات الأجيال السن الصغير لأن الكرة بتحتاج إن إنت تأسس ناشئين كويسين وقبلها يكون في مدربين مؤهلين علشان يعملوا ده كل ده له تفاصيل كتير بقى تفاصيل كتيرة جدا نوازم تعيد هيكلة اتحاد الكرة مجلس إدارة يبقى مستقر المجلس ده بيبقى فيه إدارة فنية اللي هو التكنيكل دايركتور زي ما بيقولوا عليه في أوروبا التكنيكل دايركتور ده بيحط لك فلسفة وهوية لكرة القدم إنت هتأسس ناشئينك إزاي وإزاي هتعمل امتداد بقى وتعمل تواصل أجيال حتى ما يبقى عندك أجيال بتسلم بعض في المنتخب